من بدأوا ما تنسوا جديد رجامل الفيديو تتركوا في القناة يالنيوز توداي بشري ما يوصلكم جديد الأخبار أهلا بكم مشاهدين الكرام تعديل الوزاري قد يطال حكومة أخ نوش في مجلس وزاري يطرأسه الملك يتداول في صالونة السياسية وبوتيرة عالية مؤخرا قرب إعلان تعديل الوزاري هو الأول من نوعه في حكومة عزيز أخ نوش وقد علمت عبركم أن التعديل المرتقب قد يطال وزراء أكدت التجربة فجلهم في تسكير القطاعات الموكولة إليهم أو أخطاء وصفت بالفدحة بصم عليها وأزعج جهات عليا وبحسب المصاطر فإن عدم رد المغاربة على الأداء الحكومي قد يجعل أيضا بالتعديل حيث أظهرت الحكومة ضحف مردوديتها وعلى غير سابقاتها بعد الوهم المغاربة وكان المتضرر الأول والأخير هو الموضن المغربي جاء جراء القرارات غير الموفقة والإجراءة الماسة بجيبه وقدرته الشرائية وفيما يلي أسماء الوزراء الذين قد يجملهم التعديل المرتقب عبدالطيف وهبي وزير التعديل عبدالطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهدي بن سعيد وزير الشباب والرياضة فاطمة الظهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطن والتعمير والإسكانة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية محمد عبدالجليل وزيرة النقل والوجيستيكة عواطف حيار وزيرة التضمن والدماج للجماعي والأسرة ترجمة نانسي قنقر